أنا علي بروس مستهداء أنا موارا ولمستشار أهلاً إننا سنة الحاجة، ولكن تي نحسينه يبهر المغرب حاجة على علاقات الدولية المتميزة وقاصة مع الاتحاد الأوروبي التي منحنا وصنبعها في الوضع المتميز في شركة مغربية وروفية ولكن شركة مريضها رابط عبط وليس على التبائية والاستعمال الجديد ترجمة نانسي قنقر 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 في مواجهات النازية حينها ونقول كذلك لأنه مازال وقيلة ما تزادوا فاشل المغرباء بناء وأوروبا سواعدهم وعرقوا ودمروا ونقول طبعا على أننا نرفض جملة وتفصيلها هذا الموضوع ونرفض كذلك هذا الضغط الرخيص لأسباب اقتصادية تعودت بعض الشركات وبعض دول الحصول على الصفقات في المغرب بشكل مباشر واليوم قانون الصفقات صريح وواضح لا يمكنه التفاوض بل يجبه المرور إلى المناقصة وطبعا ما يمكنش أن نمشيه مع هاد الشركة أو هاد الدولة والقرار المغربي وقرار دياله إذا كان قرار سيادي بتاع المستوى الاقتصادي فهذا موضوعنا ماشي دياله كذلك اليوم المغرب أصبح ورقة كبيرة ورابحة على المستوى الإفريقي في كل جلد دول إفريقية والناطقة بلغات مختلفة إذن حضور قوي للمملكة المغربية اقتصادي وسياسي أصبح يزعج المؤمرين السابقين وأنتم تبعتوا كين إزعاج كذلك لإذا الدول الإفريقية بدأت تتخذ مواقف حازمة ضد دول أخرى لأنها سيادة فهذا كله تجعل أننا نرفض كل مجاة أعلى لسلوه ونقول مرة أخرى لأننا نعتز بالقضاء لأنه ولم يقل بعد القضاء في الشخص بداته باسمه للجبد لم يقل بعد القضاء كلمته النهائية وهذا موضوع مغربي مغربي لا مجال لهم للدخول فيه شكرا بسم الله الرحمن الرحيم الزعيم عبدالطيف حزب فرق حزب الأصال ومعاصرة من جلس النواب اليوم كانت القبة ديال البرلمان وهذه الجلسة المشاركة ما بين المجلس المشاشرين والبرلمان المغربي صدحت بحناجر ديال الممتلين ديال الأمة المغربية والصدق اللي خارج منهم بواحد الحرارة يدينون هاد تصرف ديال البرلمان الأوروبي اللي صوت واخداء قرار خاطئ خاطئ شكلا ومضمونا اليوم المغرب بعد دستور 2011 كرسى الاختيار الديموقراطي كرسى الاختيار الحقوقي بتفعيل واحد العداد لمؤسسات مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية والجهاوية واللي الحمد لله نحن الممتلين المغربة واللي كينين في القاعدة على أن المجال الحقوقي عندنا تقدم الحمد لله اليوم صرقة ديال صرقة الأم المغربية الممتلة ديال السجيم البنت وكأم ديال والد ما نقبلش باش تغتاصب بنتي واش هاد الأوروبيين يقبلوا تغتاصب البنات ديالهم ويشكتو ما يمكنش هذا واحد الحاجة اللي القضاء افصل فيها وكين مجال الحالي حد الآن جارية في القضاء القوانين العالمية تحرموا باش يكونوا واحد مواقف في واحد حاجة اللي القضاء ما زال عاد كيف يفصل فيها إذن حناك مغربة ممتلين ديال المغربة اليوم خلف جلالة الملك محمد الساديس لمسنا القوة أكتر وتضامن أكتر باش نتلاحموا لأن المغرب مستهدف المغرب مستهدف مستهدف من جيرانه مستهدف من القوة الاستعمارية القديمة لأن اليوم المغرب بهات الشركات الاقتصادية مع إفريقيا وبهات الشركات الاقتصادية مع دول أخرى غير الاتحاد الأوروبي شعر الاستعمار القديم على أنه المغرب يتحرك المغرب يتقدم المغرب يسبو ويتعالى وبغاو يخلقه مشاكل غير حقيقية ولكن المغربة عايقين وفايقين ورأي سيدنا الله ينصروا ما كينغير إلى الأمام والسلام عليكم سيد صالح لدريسي نايم برلماني عن جهة العيون الساقي الحمراء دي لحظة من اللحظات دي الإجماع الوطني بين جميع مكونات القوى الحية داخل المملكة المغربية كان إجماع وصوت واحد اللي كيقول لا للتدخل في الشؤون الداخلية لمملكة المغربية يعني المملكة المغربية خط أحمر خط أحمر في سيادتها خط أحمر في تحصيل المكتسبات اللي حقت لا في حقوق الإنسان ولا في الاقتصاد ولا في ولا في ديبلوماسية مجموعة من الأمور اللي خلات برنامان الأوروبي على أنه يبين الوجه الآخر دياله ويدخل في شؤون القضائية ديال 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 المملكة وهي هي مناورة اللي وراها وراها مجموعة من الدول اللي كتحسدنا على هذا الأمن على هذا الاستقرار اللي كنعيشه مجموعة اللي ربما لقات 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 أساليب اللي اللي هي متعودة عليها ولكن بانت على أنها تخدم مصالح ضيقة للغاية بانت على أننا مستهدفين في الانتصارات اللي كتكون عندنا كاملة تبين الجميع الحمد لله التلاحم ديال ديال الشعب المغربي على كلمة واحدة هي تحصيل الجبهة الداخلية ديال المغاربة كاملين اللي دايما كيعزوا هذا الإجماع اللي البلاد فاشكات قصة شي حاجة كتعود في كلمة واحدة في يد واحدة اليوم ما يمكننا إلا على أننا نشيدوا بهذا البيان اللي إصدار مننا طرف البرلماء المغربي اللي كان جواب اللي كان جواب للجميع اللي غادي توصل اللي غادي توصل البرلماء المغربي المحضر ديال الجلسة اللي كانت مرت اليوم اللي كان جميع مشاهدها نحاول ونقول له هذي الناس كفاء المغرب ديال اليوم ما شي هو المغرب ديال البارح وشكرا لكم شكرا على المشاهدة إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي مرحبا بك ترجمة نانسي قنقر